طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن علامات بتقولك ان في علاقة سامة او مش صح وانك تهرب فورا منها طيب ايه العلامات بقى اللي لو موجودة بتقولك ان في علاقة قوية واستمر فيها وحافظ عليها بس خلونا نقول ان سواء اتنين بيحبوا بعض او زوجين مفيش علاقة خالية من المشاكل بس العلامات دي ممكن تكون دليل على العلاقة القوية زي ايه مونة مسر انك ما تخافش تكون على طبيعتك وانت بتتكلم مع خاطبتك او مع زوجتك او العكس فيه في الكلام وبالتصرفات فيه اريحية اذا بتخرجوا مع بعض بتتكلموا بتتعاملوا على طبيعتك بدون تصنع ده بيدلك على ان العلاقة دي قوية استمر فيها كمان ان يعني اما يكون على طبيعتي يعني انا مش متكلفة لا شكلا ولا موضوعا مش متصنعة في طريقة كلامي مش متصنعة في الموضوعات اللي بتكلم فيها معاه قعدة على راحتي مرتاحة معاه يعني اصل الحب مش كل حاجة انا ممكن احب واحد اه بس مكونش مرتاحة معاه اسلوبه وطريقة حياته والشكل اللي بيفرضه علي وجودي معاه عشان ارضيه مش مريح بالنسبالي بيستهلكني بيستنزف طقتي اني لازم ابقى بشكل معين بطريقة كلام معينة بطريقة لبس معينة باسلوب معين طب وده بيهلكني انا فانا ممكن اكون اه بحبه بس مش مرتاحة معاه فالعلامة الاولى ان احنا نبقى مرتاحين مع بعض بدون تصنع بدون تكلف انا عارف بنات وستات بتسحب بدري قبليه بساعة ولا ساعتين عشان تعمل فول ميكاب وتعمل شعرها وتلبس جميل انك تاخدي بالك من نفسك قدامه بس مش بكل هزا الكام من هاي الاجراءات اللي ممكن تضيع برز اجميل حياتك ممكن تيجي ايام يا مهما تقدرش تعمل ده يبقى هتعملي المريضة عندها دور برد بيلاقي واحد صاحبه لا وعشان هو كمان لا وعشان هو كمان ما يصدمش على فكرة مفيش ستة وحشة يعني بيحبك كده زي منتي خلاص يعني ليه داعي لتزين طول الوقت والاوبر انا بشوف فعلا كده بس الناس لما بتكبر لكن بنت مازي شبابها وجميل ما فيش ستة وحشة فالص لا بس لو واحدة بتصح زي ما بتقول ايمان قبلها بساعة ولا ساعتين كمان خلي بالك ممكن ما هيكتشفك بعد كده هيعرف شكلك في حاجة كمان مهمة ان هو بيشارك معاك تفاصيل يومك يعني لو مش هتتكلمه طول اليوم على الاقل في اخر يوم يبقى فيه مكالمة تتطمنه على بعض يعرف انتي بتعملي ايه وانتي تعرفي هو بيعمل ايه يبقى فيه صراحة بينكم تبقوا صحاب اهم حاجة في العلاقة دي ان انتوا تبقوا اصدقاء لان ده اللي بيكمل صحيح زي ما انت اخد من كلمتك واقول انكم بتكملوا بعض يعني في علاقاتكم مش مهوسين بالسيطرة على بعض لكن فيه ثقة وفيه عارفين عيوب بعض وعارفين مميزات بعض لما لقي عيب من ضمن حاجات حلوة كتير في حبيبي او شريك حياتي امسك فيه وصلح العيب ده اوكي مش هاخده وصلحه يا بابا وهو كله بايز لا لكن مفيش حد كامل فينا واحنا بنكمل بعض زي ما بتقول معها فمفيش تطابق ما هوش شبه في كل حاجة لكن بنقتلب في حاجة واللي بيحب حد يا ايمان بيصلح ما بيسيبش ايده بيصلح في الايوب اللي قدامه عشان هو من الصعب ان هو يلاقي باية المزايد تانية فحيح فعلا ربنا ما خلقش اي تطابق ما بين اتنين بني قدمين عموما حتى لو كانوا اتنين اخوات توقم فاحنا بندور على التوافق مش التطابق عندنا الحد الادنى من العيوب اللي ممكن ان احنا نعيش معها لان ممكن عيب انا اقدر احتمل وعيش معها عادي وما اش عاملي قلق في حياتي وعيب تاني واحدة تانية متقدرش تعيش معها فاحنا بنختار الاول عيوب بعض مع الاخد في الاعتبار ان ما فيش حد فينا خالي من العيوب احنا مش ملايكة ومش عايشين في الجنة شيء طبيعي كلنا مليانين عيوب بس العيوب اللي نقدر نهندلها يعني زي ما بيقولوا كمان فكرة السيطرة السيطرة جاية منين ان انا عايزة سيطر ان انا بغير زيادة او ان انا خايفة ان انا في ايده او ان انا يمكن اكون بشك فيه محدش هيرف طب ده برضو راجع من ايه حاجة من اتنين اما ان انا كان ليا تجارب سيئة قبل كده او ان انا تخنت قبل كده فده مسبب لي قال ان كلهم خينين وهو هيخني هيخني هي بس هيخني امتى هو ده الموضوع او ان هو نفسه في بداية العلاقة حكالي عن علاقات متعددة سابقا كتير فبدأت ان انا توطر منه فكل ما يرمش كده انا بتعيق لي ده بقى بيهدى امتى مع الوقت لما مرة اتنين تلاتة عمله كمين ويعدي في سليم لا انا فكرة بيهدى لما بنبني السقة ابتدى ابني السقة بقى سألوا عن اشياء سألوا ابتدت كده هنعيش في جحيم يعني دي هتبقى حياتها جحيم سوداء انا فكرة تقول لا نبني السقة واحدة واحدة لان انت الرصيف بيتبني مع الوقت اه حكالي حاجات قديمة لكن انا عندي ثقة فيه وفي نفسي بالعكس ده احسن عندي ثقة انه بيحبني بالعكس عنده تجارب مش هيرجع بايبع عنده قزمة منتصة في العمر لا انا قصلي احسن كمان عنده تجارب او ما عندهش انهو صريح او بيقولك كل حاجة او انه هو غلطة عمر صحيح دي مهمة او يا مهمة بيقول كل حاجة غلطة عمر بس مش مشكلة لا لا حسن بيقول المين متتفاهم جدا او يقول من الوقت او في الاول اصلا خالي بالك الراجل ذكي يعني هو هيك في الاول ايه هييسك الاول اصلا احنا مجانين عشان نعترف بس لا خانت تبنطلع ايشات على نفسينا يا مول لا متقولني مين ايه الست مجنونة هتيجي في زعلة هتقولك مش هي دي سعاد ما تقولش بالأساني يعني يقول كده في واحدة كتت معايا في الجامعة وخلاص مش هي دي لفنا اللي كنت بتحبها يعني مثلا انا ما يروح يقول لها في واحدة كلمتني النهاردة او حصل موقف النهاردة واحدة جات كلمتني في كذا وطبعا ده غير لاي فانا هاحترم صراحته ما ينفعش بقى ان انا امواخدة منه موقف على فكرة دي صداقة ومش هيجي يحكي لي تاني دي صداقة حلوة قوي ما هي دي اللي قلنا عليها اهم حاجة انا اتكلمت مع زميلتي كذا وكذا وكذا بيكلم في كل حاجة بفضفض هي واخدها صديقة اهم حاجة ان يبقى فيه صداقة لو هو انت بتختاري زي ما ايمان قالت ما انت ممكن تبقي بتحبي واحد قوي بس ما ترتحيش معايا ما تبقيش مبسوطة معايا لكن لما تكوني بتحبيه بلاس بقى او بالاضافة ان هو يبقى صديق او ان انت تبقي صادقته وبيتكلم معاك ده اللي هيخلي العلاقة تستمر وان انت تعرفي تعيش معايا بعد كده طبعا ولازم تستدرجيك كمان اللي هو يا خديب الرحب ده وكذا ايمان انت تقول انت تغلقش انت تغلقش بس لا خالص لا والله مش قصدي يا قصدي لا والله لا بكلمك في موضوع السفة بس يعني من الاول كده انت هتقول له بس احنا صحاب قبل ما نكون اي حاجتان حصل موقف حصل حاجة خايف تحكي هل يبقى كده تعال باب تعال بحطني احكيلي وبعدين احكيلي وانا لما اعرف منك احسن ما اعرف من برا اوعيدك انا مش همتدي ايدي انا عرفت غلطك بس بس واول ما اعترف الحاجة بيطلع لا لا والله المفروض احترق ان هو كان صادق وصريح معي ايوه طبعا كمان اهم حاجة تعترفه بالغلط يعني ان اعترف اللي يغلط يعترف انا اغلطت في حاجة ما اطولش بقى في الزعل ولا انا ما بغلطش لا كلنا بنغلط يعني لو انا اغلطت في حاجة اعترف بيها لان دي حياة مشتركة في المسئولية خاصة لو متجوزين لازم يكون فيه مدام فيه مشاعر وفيه حب يبقى فيه كمان اعترف بالغلط واعترف بالفضل كمان وتقديل للأخذ وعمل حاجة حلوة كل الحاجات دي بتبني مهمة قوي كمان تحمر للمسئولية ان يبقى بينهم هما الاتنين بيشاركوا بعض في مسئوليات الحياة دي حاجة برضو مهمة وبتنجح الحلوقة وما بتخليش مثلا ساعات ايه الراجل يرمي كل حاجة على الست بقية بتعمل كل حاجة فتبقى في الاخر منهارة وتعبانة وعندها غضب لكن لو قسمنا مثلا المسئوليات بقيت انت بتعمل حاجات هي بتعمل حاجات انت بتساعدها وهي بتساعدك الموضوع هيكون مختلف تماما دي علاقات قوية اللي احنا قلنا عليها النهار دا استمروا فيها لانها قوية ويحافظ عليها انا ها امن على كلمة ما اللي قالتها ان هما الاتنين يبقى عندهم نفس القدر من تحمل المسئولية بسئوليات الحياة لكن انا كمان بشوف ان استمرار العلاقة ما بين اي اتنين دي مسئولية هي مسئولية كنتم الاتنين ان فيش حاجة اسمها العلاقة انتهت بيننا او العلاقة بازت بيننا بسببها او بسببه بيبتدي ان احنا اصل المسئولية دي او الاتهام بيبقى مزكورة النار محدش استحمل شيلها ثلاث ثواني فكله بيحدفها البعض لا اذا العلاقة فشلت هو دي مسئولية الاتنين على فكرة ممكن يكون بنسب مختلفة بس في الاخر هي مسئولية اتنين مسئولية اقامة العلاقة واستمرارها والحفاظ عليها السوية وتنميتها كمان دي مسئولية الطرفين حقيقة